ثابتين ثابتين عهداً يا شهداء الثورة إنا على درب الثوار هكذا كان الوعد الذي مضى على درب اليقين إلى غير ميقاته المعلوم ست سنوات مضت من ثورة بيضاء إلى اتفاقات سياسية وانقلاب أفضى إلى حرب لا تزال تروسها القاتلة تمشي فوق أجساد اليمنيين فأين ذهب ثوار فبراير غياب دفع البعض إلى رمي أثقال العتب فيما يحدث اليوم على كاهل الثورة الشبابية غير أن الإجابة تأتي من أولئك الذين استجابوا لنداء ثورة وتسلموا مسودة الحوار الوطني الذي كانت تعد مخرجاته صراط الثورة وجاء الانقلاب على الرئيس هادي وشرعيته وبعبارة أدق على دستور ووثيقة تفضي إلى توزيع السلطة والثروة بين اليمنيين عقب الانقلاب وجد ثوار فبراير أنفسهم خارج الحلم والواقع معا فبينما هم يرسمون أساسيات الدولة الاتحادية إذا بميليشيا طائفية تنقلب على الدولة بالتحالف مع مخلوع فبراير وإذا الانقلاب وجد شباب فبراير أنفسهم ينخرطون في مشروع المقاومة الذي امتد من عدن وحتى مأرب وذاب ما تبقى من الفعل السياسي الذي كان يلعبه الثوار عامان ونصف من الحرب في البلد المنسي ليعود السؤال كرة أخرى أين شباب فبراير إذا أما يمر به البلد اليوم يقول ثوار فبراير أنهم مستمرون في النضال عبر كل الوسائل المتاحة لإنهاء الانقلاب وإعادة توجيه البلد نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لكن غيابهم عن الفعل السياسي بعد تدخل الأطراف الإقليمية في الأزمة عقد المشهد أكثر فبعد أن اختطفت الأحزاب السياسية في الرياض خالت الساحة السياسية من الفعل باستثناء أداء الشرعية المخيب للآمال التدخلات الإقليمية والدولية وموقف دول التحالف من الربيع والديمقراطية أضفت تعقيدات أخرى على مشهد الأزمة اليمنية وفي ظل تراخ أداء هادي والحزاب السياسية ينتظر اليمن من شباب الثورة أن يعيد بوصلة الدولة إلى مسارها الصحيح وأن يواجه الثورات المضادة ومن يقف خلفها سواء كانوا دولا أو جماعات